رهان الأمن والتركيز رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي على الملف الأمني في بداية عهده على رأس الحكومة يعتبر خياراً مدروساً يتيح له تحقيق نجاحات عاجلة ويهيئ أرضية ضرورية لمعالجة باقي الملفات التي لا يمكن مقاربتها دون توفر الأمن والاستقرار أصبحت للكاظمي بصمة أمنية في كل العمليات العسكرية التي أسماها بأبطال العراق كونها تنطلق بتوجيهه وتحت إشرافه المباشر وبدأت في مرحلتها الأولى من كاركوك لتصل إلى مرحلتها الرابعة في ديالة وبمشاركة جميع الصنوف العسكرية والأمنية وبإسناد طيران الجيش والقوة الجوية والتحالف الدولي التوجيهات أهمية حماية وحفاظ حياة المواطنين في بعض القرى أو في مناطق العمليات وبالخصص ديالة تشكل باستنوع خاص وعنصر مهم أنه نظر في حسبان وجود نازحين ديالة في بعض المناطق ومحاولة العدو استغلال هذه الثقاف فهمية حماية حياة المواطنين مهمة جدا عملية أبطال العراق بمرحلتها الرابعة في محافظة ديالة كان لها خصوصية أكبر هذه المرة حيث انطلقت لتطهير مناطق واسعة من الإرهاب وصولا إلى الشريط الحدودي مع إيران والمنافذ الحدودية من العصابات والفاسدين ليضرب عصف ريني بحجر واحد ويعلن الحرب ضد الإرهاب والفساد معا في خطوة لم يجر أي رئيس وزراء سبقه على تخاذها لاستعادة الأموال التي تتم سرقتها في وضح نهار طيلة 17 عاما الحرم القمرقي اليوم سيكون تحت حماية قوات عسكرية وعيد الحق بإطلاق النار على كل متجاوز على الحرم القمرقي السيد المدير المنافذ موجود عندك صلاحيات البحث عن الأشباح الذي يستفز ويبتز التاجر الوطني العراقي أو رجل الأعمال عليكم مسؤولية هذا المال مال الشعب وليس مال الفاسدين مهمة الكاظمي في استعادة العراق وقراره الوطني المستقل ووضع البلاد على طريق التنمية والاستقرار مجددا أمر ليس بالهي وليس مفروشا بالورود لكن الأمال المعقودة على حكومته كبيرة في أن تكون هي سبير العراق لاستعادة أمنه واستقراره واستقلاله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر